لقد كان هؤلاء أفضل حظا لأن بلادهم استطاعت أن تخرجهم من دوامة حرب الصراع على السلطة في السوداء لكن مئات الآلاف غيرهم يواجهون الموت كل يوم في الخرطوم وغيرها من المدن التي اتخذها المتصارعون ساحة لتصفية حساباتهم ويدفع المدنيون ثمن هذه الحسابات من فقدان ذويهم ستة ضحايا في الخرطوم بحري وأكثر من ثلاثين في أمدرمان من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد ينضمون إلى مئات المدنيين من دافعي الثمن في أكثر الهجمات دموية بالقتال الدائر في السودان حتى الآن السفارة الأمريكية في الخرطوم دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزاماتهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بهم لكن يبدو أن كل النداءات لم تجد آذاناً مصغية من طرفي النزاع الذين اتفقا على أن لا يسمع لأحد ولعل جلسات الحوار المتكررة التي شهدتها العاصمة السعودية خير شاهد على ذلك وانضمت أديس بابا إلى الرياض في محاولات التهدئة ونزع فتيل الحرب بين المتصارعين على السلطة في السودان بعد أن قاطع وفد الجيش السوداني أعمال القمة التي جمعت رؤساء دول منظمة إيجاد الإفريقية لتخرج ببيان دع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والاحتكام إلى الحوار والتفاوض وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم في ظل تعنت غير مبرر يرفض الاحتكام لصوت العقل بعد أن خلف صراعهما وبحسب الأمم المتحدة أحد عشر مليون سوداني بحاجة إلى مساعدة إنسانية والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا سيتبقى للمنتصر بعد أن صارت المدن الكبرى خاوية على عروشها وبعد أن صبغ النيل بلون الدم